السلام عليكم و شاهدين اعزاء مثل ما عودناكم دائما في مراجعة العطور اليوم سيبنا لكم اعطر من بين العطور تحت الدار الفرنسية المشهورة دار كيبارليس هذا الدار اللي يعني لطالما عودتنا بالجودة تع العطور اليوم سيبنا لكم عطر بوادي ريس نعم بوادي ريس برايفت كولكشن يعني اصدار حصري من دار كيبارليس العطر هذا يأتينا بتركيز الاودو برفيوم بسعة المائة ميلي فقط كما تشوفوا معنا اخواني نعم كما تشوفوا معنا اخواني العطر يأتي في عبود المائة ميلي بسعة مائة ميلي هذه هي القرورة 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 يعني فخمة جدا 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 العطر هذا يا اخوان راح نقول لكم عني سر بس خلونا نحكي في الاول على القرورة مثل ما تشوفوا معايا الباتش كود مثل ما يبان عندكم خليني نقرأ لكم باتش كود خمسة وعشرين تسعة وعبعين سي تسعة وعشرين تسعة وتمانون نعم هذه العبوة اصلية اذا وجدتوا الباتش كود هذا اشتروه لانه في السوق فيه كثير من يعني تقليد شوفوا معي العبوة هذا هو هذا الكاب لدينا دائما اللوغو بتاع شركة جي برليس مثل ما تشوفوا يعني الغيطاء نوعا ما جيد مصنوع من البلاستيك ولكن البلاستيك الجيد شوفوا معي اخواني سبراير سبراير كيفاش يجي هذا هو سبراير نجربوه معكم واو ما شاء الله واو 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 بوم اخواني شوفوا لما تلقاوا العطر هذا اشتروه العطر هذا هو الافضل بديل في السوق لعطر تونفورد توسكن لادر نعم افضل بديل لعطر تونفورد توسكن لادر العطر هذا عطر شتوي خريفي بامتياز يعني يصلح للاجواء الباردة وايضا العطر هذا يوني سيكس يعني يقدر يستعمله الرجال ويقدر يستعمله نيسا الوهد الاولى لما ترش العطر هذا يا اخوان رايح تشم البوافر روز والاوريس الاوريس هدي نوع من الاريس نرموش هي الاوريس هدي جذور الايريس رايح تشم والقلبان ايضا في نطط الافتتاح و ولمزت انا في الافتتاحية نطط اوراق التماتم نعم اوراق التماتم واضحة فيه وفي قلب العطر عندنا اللينستيك خشب السدر البرالين وخشب الساندال ولما يجف العطر راح تشمل مسك الفانيليا والعنبر والكوير اللي هو نوع من انواع الجلود وهذه هي عطر فخم فخم جدا اصدقائي انا ننصح به العطر هدا ننصح به بامتياز يعني صفقة رابحة وراح يكون افضل بديل لعطر تنفور توسكن ناذر افضل بديل العطر هدا لما نشوفه نحب نشوفه مثلا توسكن ناذر في موقع افراقرانتكا عطر هدا عطر ينتمي الفئة العطرية الجلدية راح تسمي جلود جلود واضحة جدا من دولة الاولى لما ترش العطر راح تسمي جلود فيتاني فواكه فينطة حيوانية حلو نوع عنها عمباري دخاني وتابلي تابلي حار اخواني اللي تجدوا العطر هدا اشتروه نصيحها من عندي وعطرت يعني عطر تنفرد معروفة يعني معروفة بادائها العالي وبالتابات وبالفواحان عندي قصة مع العطر هدا في يوم من ايام الشتاء البارد يعني رشيت العطر هدا وعندي صديقي في محله رحت عنده قل لي يا عبد الماجيد فكرتني في عطر كنت نشمه من ايام زمان قل لي راني نشم رائحة جلدية قلت له عندك الحق ولموت стاني یہ رائحة دخانية امون risk هو شم رائحة تبغ شم رائحة تعتبغ شم رائحة تبغ الموجودة في العطر نعم نظن جاي من رائحة تدخانية طبار很好 انه يعطر فخم جدا عندما تجدونه في السوق اشتروه وعينكم مغمضة كان هذا معناه عطر اليوم عطر بواديس افضل بديل لعطر تونفورتوسكاللادر ننصحكم به بالشراء اخواني وهذا هي او اي اشتفسار عندكم رسلوني في التعليقات ورح نكون عند حسن ضمنكم في الاخر ما بقى غير نقول لكم شكرا على المتابعة وسمحوا لنا طولنا عليكم وما جبنا لكم فيديوهات هذي مدة ان شاء الله رح نرجع بقوة ان شاء الله ودايما الكين جديد سلام